انت شخص مش المفروض تبقى قاعد في البيت مستاني الناس تكلمك عشان تشتغل مصور بقى مدير تصوير مخرج اي انت بتعمل اي انت ارتس ممكن ان الواحد يتنسي اصلا لان الشغلان متقفش على حد الناس عظام جدا مشيوا واش موجودين ان الشغلان واقفت الشغلان مكملة هتفضل نكمله تحية ما توقفش في الاخر على حد الكورس ده الحاجات دي دي الحاجات اللي انا بعمل منها فلوس انت وانت بتسكرول على انستغرام مرة واحدة بتلاقي ايه بيطلع لك ده اسمه بوش ماركتنج تترمي في الارض دي فلوس بتتحرق الماركتنج الجماعة مهم جدا ليه الناس عايزة تتصق فيك عايزة تتصق في شخص عايزة تشوف شخص هم شايفين نفسهم فيك عشان يشتغلوا معاك يتعلموا منه يعمل لهم بيتهم عايزين حد يديلوا فاليو يعلمهم حاجة يعني كل الكنتنت اللي الناس بتنزله على السوشيال ميديا في الاخر عايزة تبيع لك حاجة في الاخر عايزة ماركت برودكت معين بس ما بتقولش ده في الكنتنت على طول عشان لما تفهم ديجة الماركتنج هتعرف تدخل فلوس اكتر بكتير من البرسونال براند بتاعتك عشان هتكون فاهم ماركتنج عمتك يعني مثلا لو حاجة بيع البيزنس شيبسي حبيع له على اقل مثلا ميت كيس شيبسي غير لم يجب بيع الكنسومر انا عايزة بيع له كيس شيبسي واحد بس وانا مبسوط ان انتو هتبدأوا الكورس ده ومبسوط ان انتو فعلا هتاخدوا البيزنس بتاعكو او الفكرة بتاعتكو للليفل اللي بعده النهاردة معانا حلقة جديدة والجد النهاردة يا جماعة الحلقة انا عاستنا اللي بقول ده في كل بودتاست بس النهاردة الحلقة تعلن مختلفة تماما النهاردة معانا الفنان احمد احمد الالفي معناه ان هو فعلا عايز يوصل حاجة معينة عايز يوصل قصة معينة وممكن يوصلها بطرق كتيرة جدا مختلفة فهو ماشاء الله هو صفحة جيدة من دي او بي سينوموتاجرفر ماشاء الله النهاردة معنا الفنان الفنان كبير حبيبي حبيبي ممكن تقولي الأولي ألفي ماذا تتعبر عن نفسك؟ او تريد الناس تعرفك كالستوري تيلر؟ ماذا معناقة بالنسبة لك؟ لا أعبر عن نفسي على قد ما تعرف هذا بعد قليل كما قلت لك كما كنا نتكلم كنت مهندس ولا أعرف أن أصور ولا عمري مساكت كاميرا في حياتي ولا كان عندي ألبوم صورة واحدة وبعدين قلت أن أريد أن أتعلم التصوير هذا قبل الجامعة؟ أنا عندي 28 سنة وقلت أن أتعلم تصوير وفتحت يوتيوب وقلت أن أرى الناس تصور كيف يعملوا والكاميرا قبلها بشوية كويسين في 2011 أو 2012 كان لدي صديقي مصور أنا أحبه جدا اسمه شاوكن علمني المانيول سيتنج وهو بيتر صاحبنا علموني شاتر سبيد ولكن لم أعمل أي شيء لم أشتغلت أي شيء علاقة بالتصوير وعرفت بعد 7 أو 8 سنين ابتدت عاوز أعمل الموضوع كان يوتيوب يساعد جدا في الموضوع يعني في ناس كتيرة بتقدم كونتنت مفيد جدا يقدر يعلمك بيزيكس بتاعت الموضوع خد البيزيكس دي ونزل نفزها كما تكتب تقول للوقتي العامر أريد أن تعلم كيف تعمل أفلام أعمل فيلم أعمل فيلم بالموبايل بس عني سؤال يعني كرار زي كده عندك 28 سنة أولا أن أنت في المجتمع أنا عايز أطلع مصور أنت كويس أعمل كان مديري في الشغل قال لي تصور مين هتصور هتصور لا بس هتعلم خد لك يومين أجازة رجع لي شوف إلي حيحصل أنا ما أعرفش أنا باخد ريزك شوية في حاجات كتيرة وأوقات كتيرة ما بتصبش وأوقات كتيرة بتبوص وأوقات كتيرة تعدي في الفترة دي ما كانش عندك مسؤاليات أو حاجة كان عندي بنت عندها سنة وكندها بنتي كانت لسه مولودة بقالها سنة والموضوع كان صعب جدا بس إلي خليك تحس أن لأ أنا خلاص أنا لازم أنا دخل في السكة دي يعني كنت تزهق في الشغل كان إلي كان بيدور في دماغك بص وقتها كنت خارج من وكنت مش مبسوط خالص في حياتي يعني وكنت مقرر أن أنا هتبسط جدا فلو بشتغل شغل أنا محبهاش أو مش مبسوط أو مستني الساعة بتعدي عشان أروح فأنا كده أنا بشتغلش حاجة أنا بحبها يوم ظريف كده حصل قاعد أنا واحد صاحبي فسمعنا أغنية حلوة فالأغنية دي قعدنا نسمع فيها ثلاث أربع ساعات ونفجولها بطريقة أو ممكن تتصور بطريقة عاملة ازاي وحاجات كده ولقيت ان في ثلاث أربع ساعات دي قول أنا نسيت أصلا أي مشكلة عندي كانت كبيرة أو صغيرة فاليوم ده يعني بطريقة ما ده حصل بس في اليوم ده تاني يوم الصبح كنت مقدم استقلتي من الشغل وقلت هتعلم كيف أطلع على أنا في جولته فكرت فيه ده للمزيكة حركته لصورة تتشايف فكان الحركة من المزيكة هي اللي كانت بتبوش طول الوقت الموضوع ده وابتديت بقى كورسز اون لاين وحاجات كتيرة كده واشتريت كاميرا صغيرة جدا ووقتها كان حد من صحابي عنده كورتينج ريس في شرم الشيف وانا مسافرين مع بعض قلت له حلوة اسأل لي الرجل صاحب المكان انا عايزه صورة الريس بالكاميرا بتاعتي فعل تمام جدا خدت بست كده بست كده بست فان فسفوريك وخدت نزلت صورت الريس رواحت البيت بعدها بكم يوم كنا في سينا فرجعت بعدها بثلاثة اربعة ايام اعملت ادت انجلي تعلمت بريمير كنت قبلها بتعلم بريمير اوكي ادوبي بريمير وبعدين قعدت منتجت ده وطلع فيديو الرجل بعتهوله بسط جدا وقال لي احنا عايزين واحد من ده بفلوس فدي اول مرة يدخل لي فلوس كلمة ده في سنة كامل بريو تقريبا كلمة ده 2018 كلمة ده 2018 كلمة ده 2017 كلمة ده بداية السوشيال ميديا بس في بداية الفيديو مثلا يبقى جامد على فيسبوك اوه يعني اخر 2017 تقريبا كلمة ده وبعدها خدت بعيد من الفيديو اللي بعده واللي بعده وحاجات كده ومبسوط جدا فلوس قليلا بس انا اصلا هعيش فلوس يعني انا هعمز فلوس اكتر بس برضه ده اوه اذا انا ممكن يعني من حتة ان انا دي حاجة انا بحبها ومن حاجة انا بتعلمها ومن حاجة اذا دي حاجة ممكن اعمل بها فلوس اذا انا انا شاطر كفاية ان انا ممكن اعمل بها فلوس بيتغير كمتليتلي انا هانفست ادد ايه فوقتي وحستثمر في نفس ادد ايه للحاجة دي لان كمان اللي انت بتعمله هو حاجة مش ثابتة عند كل الناس يعني انت لما هتعمل اي حد هيعمل كونتنت هو بقى هيصور صورة هيعمل شورت فيديو صغير خالص هيعمل فيلم كل واحد هعمله بطريقة تانية غير التانية انا انا روديت لي واحد لنفس الميت شخص ميت كاميرا وبنفس اللينس بنفس اللمبة بتاعت اللي حينوور بيها طوله صور البناء ادم ده كل واحد فيهم تقول لها صورة مختلفة فانت على حسب انت بتعملي فانت تقدر تكسب منه فلوس طب لو هو عاجب اللي انت بتبع له وبعدها بقى حصل موضوع كده اللي هي الوركشوب بتاعت احمد المرسي صورة احمد المرسي هو ديركتر و دي بي عظيم عمل افلام كثيرة جدا تراب الماشي والفيل اللي ازرق وكل الافلام العظيمة كانت ووركشوب معاها كانت خطيرة جدا عاشنا بقى ست سبعة ايام تصوير لوكيشن حقيقي بنشتغل 12 او 14 عمري ما روحت لوكيشن عمرك ما روحت لوكيشن مره مع صاحبي مهندس ديكور مره كده روحت معا مره بتفرج كده بشوف فلسات عامل ازاي وكتوقت وصوت جدا في الفترة اللي قبل الوركشوب بتاعت اوستيز مورسي وقتها بعد الوركشوب هو اوستيز مورسي قال لي اللي حابب ينزل تصوير يقول لي ويكلمني وانا هنزله معي ازا ترينية وتقريبا كنت بزعج مورسي يعني احنا اصدقاء دلوقتي جدا واخويا ومنتر وصاحب وكل حاجة جدعة وبعدها نزلت معايا فضلت انزل معا شوية كتير جدا وكل شوية كلمه انت بتصور امتا فعن تصوير كازا انا جاي بقيت بنزل معا كتير جدا ما باخدش فلوس خالص بتمر بشوف بس سلسات وفكرة الاسات نفسه وفكرة الاسات نفسه وفكرة الاسات وفكرة الاسات طبعا وانت بتتعلم كمان مش فكرة انت بتصور ازاي ولا بتنور ازاي انت بتتعلم هو بيتعامل مع الناس ازاي هو انت شغلنا اداري بردو شوية مدير تصوير ده رجل بيديه هو المدير بتاع البروسيس الكاملة بتاعت التصوير من اول ما يتقال اكشن لحد كت وقبلها التحضير بتاع النور بتاع الاسات والتحضيرات طبعا اللي قبل كتب فانت بتتعلم ازاي تتعامل مع الناس وتتعلم تشوف الاقسام بتعمل مع بعض ازاي ده وقت كتير جدا ده وقت كتير وخبرة بتتاخد في سنين كتير قوي عشان تقدر توصل الى انك تتعامل كويس حسنا ففضلت فترة طويلة مع استاذ مورسي وليس في يوم كده قلت له انا لازم ابقى فوكس بولر وبعدين كاميرامان وبعدين دي بي تخدها بالتدريج لازم التدرج الوظيفي قال لي لا خالص بس عارف لو انت كاميرامان فانت عارف الفرست اي سي اللي معاك والساكند بيعمل ايه عشان الناس دي بتشتغل بتعمل ايه بالضبط فوكس بولر ده بيعمل ايه فتبقى عارف شغلانته كويس عشان عشان وليه ده مهم ان انت تبقى عارف الناس تانية بتعمل تحتك اللي معاك في التيم دول اللي انت بتشتغل بهم ده التيم بتاعك فانت لازم تبقى عارف كل تفصيله هو بيعمله عشان لما تطلب منه حاجه تبقى عارف انت تطلبها دي صح ولا غلط لا دي مش تنفع يعني انت عارف دي بتتعمل ولا ما بتتعملش دي تنفع اصلا تتعمل ولا لا ولو بيعمل حاجه في وقت قصير فانت هيعرف يعملها في وقت اسرع ولا لا دي الفكرة من الموضوع بعدها في مدير تصوير بيحب هو بينور شاطر جدا بس ما بيعرفش يعمل كاميرا حلوة وفي حد بيعمل كاميرا حلوة قوي بس ما بيعرفش نور خالص فهي اجان ما فيهاش تدرج وظيفي فساعاتها قاعدنا قاعدة كده وانت دورنا على ووركشوب في مصر مفيش اتمرنت شوية فلسات هنا في مصر وبعدها ما كانش كفاية ان انا اتعلم اي حاجه وبعدها سافرت بقى نيويورك لعينا ووركشوب وموجودة طلعت فيزا معادها متأخر عن ووركشوب بعطت لهم ريكوست يا جماعة عندي ووركشوب بس جامل فشخ قال في ان انت كل ده بتستثمر في نفسك وفي وقت فاهم يعني انا بكرة هعمل فاهم في الاول كان نفسي في بكرة يحصل ده قوي وانت في الاول كده عاوز عمل فلوس بقى من الموضوع ده عاوز اشتغل عاوز عامل حاجات والموضوع مطلعش الموضوع ان انت في اول كام سنة شغل اشتغل اي حاجة تجيلك اي حاجة تتعرض عليك اشتغلها باين كام فلوسها ايه مش مهم الفلوس ده يعني ما تشيلش هام الفلوس قوي ودي برضو حاجة تعلمتها من مرسي انه ما تشيلش هام موضوع الفلوس خالص الفلوس هتجي بعدين انت بعد كده هتختار انا عاوز اشتغل مع مين ومين ما اشتغلش معي بس كون شوية في الاول واخد اشتغل الخبرة وعرف هتعمل ايه فيه وافهم السات كويس وافهم الشغلانة كويس ووصولها علشان بعد كده تقدر تبقى عندك الكنترول الهتة دي صعبة قوي بحيث انه بيبقى سروعة مع النفس فهم اه شوية بس لازم تكنترول لو انت شايف الفيجن بتاعتك شايفها كويس بس انت ما عندكش الخبرة الكافية انت تطلع على انت شايفه في دمارك هؤلاء كثيرة بتبقى شايف مثلا لو انت اعاوز تصوك انا اقصدي لو انت عارف انت عايز توصل لايه؟ حيبقى الموضوع اسهل بالنسبة لك ان انت تصبر اه طبعا انت في الاساس انت عارف انت انا عاوز ابقى في الشغلانة دي بعمل ابقى مدير تصوير فاذا هعمله عشان ابقى مدير تصوير ان انا ابقى مدير تصوير حاجات كثيرة واشتغل قبلها في الست حاجات كثيرة عشان ابقى عارف ستعمل مع الجافر ستعمل مع الجافر ستعمل مع المصورين الكبير هذه أهم جاء لك الوركشوب في نيويورك كانت ظريفة كنت تفاكرا أنها ستطلع استدي كامل لا يوجد شيء اسمها لا يوجد شيء اسمها استدي كامل استدي كامل تتعلم تسوق عربية ماذا استدي كامل أول ألف؟ استدي كامل 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 الكامل كبير فتحتاج تحطي تتعلم كامل تحطي على دولي كرين وتحطي شوطر وتمسك في الإيد تريبوت من ضمن التوال استدي كامل شخص يلبس كامل وطلع منه ويضع الكاميرا ويمشي بالكاميرا لكن الكاميرا من غير لا يبقى فيها هذا الهانهلد ثابتة جدا مثل الالكترونيك بمواتير تطلع سلم وتنزل وتلف وتدخل الأماكن ضيقة جدا تتحرك لا يمكن أن يدخل الهانهلد كامل شغلنا رخمة صعبة 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 ومحتاج شخص لأن لا يوجد تحرك على حركة ما هي أنواع الماركتينج المختلفة كيف نبني كيف تتحرك كيف تتحرك كيف تتأكد أن تأخذ الإيميل ونمرد التليفون طب بعد كده هتعمل ايه بعد ما تأخذ الإيميل ونمرد التليفون بس ضروري أن لو صاحب بزنس أو عايز تبدأ بزنس ضروري أن تبقى فاهم كل أنواع الماركتينج أنا بنيت شركتي كلها بتدخل الحمد لله دخل في السنة كذا مليون دولار من كولد من غير أي بس بفرق كبير جدا جدا عن الفونل والويبسايت كذا حاجة العميل بيبقى متشتت منها صور في كل حتة دوس هنا دوس هنا دوس هنا دوس هنا ماشي ده نوع الماركتينج اللي احنا بنعمله فأنا المثال اللي أنا هنعلمها في الكورس دي بعمل منها فلوس في كندا وأمريكا وأوروبا وبعمل منها فلوس في الشرق الأوسط اللي اتنين في الكورس ده حيبقى فيه معلومات كتيرة جدا اللي احنا هنتكلم فيه عن الكورس أنا الكورس ده الحاجات دي دي الحاجات اللي انا بعمل منها فلوس لو انت عايز تتعلم الحاجات دي كلها اللي انا لسه قيلها روح اشتري الكورس دي ونبدأ واتعلم ازاي الماركت للبزنس بتاعك او تفهم ايه هي انواع الماركت المختلفة اللي انت ممكن تستخدمها للبزنس بتاعتك او البزنس بتاعك ابدأ دلوقتي فاو انت بتتحرك في المحيط بقى بتاعك ده انت طول الوقت شايف فريم عامل ازاي فانت لازم يبقى انت اصلا عندك عين شايف فريم انت والستاديكام واحد انت خلاص انت واحد انت الكاميرا انت بتتحرك في ده فانت لازم تطلع حاجة مظبوطة يعني زي ما المخرج عاوز جميل مدير التصوير وقعدت اول ووركشوب كانت اربعة ايام خمس ايام خلصتها وقالي ريكمنديشن لوركشوب تانية الاكبر منها شوية تبقى اسبوع بس بعدها اربعة شهور لساها اربعة شهور ترجع مصر ارجع مصر ارجع مصر انا قاعد شوية هلا نشوف البلد دي فيها قاعد شوية كان الناس في الوركشوب والفن هناك الموضوع ازاي الناس فرندلي جدا في الوركشوب وفي الميديا اندوستري عاماتا الناس بتتعامل كويس ما فيش مشاكل يعني ماحدش عنده مشكلة مع حد قوي يعني لو فيه حد عاوز يتعلم حاجة بيعلمه حاجة في روح كده ان انت تتعلم وطول الوقت هي المفروض الشغلانية كده ان انت فيش حد بيعرف حاجة ويسابها نفسه والناس بتعلم بعض عشان الشغلانية دي يفضل مكملة جاب في الوركشوب خلصت الوركشوب وبعدها عدت اربع خمس شهور لحد الثانية الوركشوب تاني فكنت بنزل اصور كل يوم في الشارع ابتديت بقى فكرة الستريت فتوغرافية وممعيش كاميرا فتوغرافية خلص بس كلمت واحد صاحبتي كلمت وحد من صاحبها جابت لي كاميرا بلانسكات كده بتاعتها كانون صغيرة خالص صور نزلت وخدت خدت الكاميرا الشرع ويجدت نفسي 25 كيلو مثلا في اليوم 25 كيلو كل يوم مبسوط جدا وبقى ادت على الموبايل بتاعي ما كانش معي لابتوب فبعمل ادتنج للصور على التليفون وقتها نظري زعل لان انت معالي برايتنس بتاع الموبايل على الاخر وبتركز ماسك التليفون بتبص فيه كتير جدا كنت حس ان انت في الفترة دي كنت مبسوط فيها في حياتك جدا كنت مبسوط جدا وكان فيه كثير جدا لان انا حفضل اصرف بفلوس من مصر نيويورك غالية طبعا ففلوس مصري هتصرف خمس ستة شهور في نيويورك هتصرف فلوس من مصر هتصرف فلوس كتير ففين هتشتغل ايه 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 وقتها رحت اشتغلت في مطعم في بيزا ايه ايه اشتغلت شوية ايه 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 قبل ما اروح الشغل فانا بصور شوية في الشارع وبعدين اروح الشغل خلصت براه وحنام اصحع من نفس الحدودة في يوم اوف بعرف ناس بنتقابل في مكان شايف ايه حد من صاحبنا عنده براند بتاع البس وعاوز يعمله فوتو شويت وكان براند اسمه دي بويتج وهو براند بتاع هاف ايجبشن هاف اميريكن بس هو عمره ما اجيه مصر غير مرة او حاجة كده وعملت مع اول فوتو شويت فاشن بزنس كنت على الان وكان زريف جد ما كنتش على الان خلص لان انا انا بحاول اعقد الحاجات اوكي اوش عايز تبقى اكترا فنانة انا تقريبا بصور بلنبة واحدة طول الوقت تقريبا بطول الوقت حتى في السيني اللي اتعمل في الورشة سوز مورسي كان بيقولنا كل واحد يعمل مشهد كده يخترع مشهد ويصوره فهي لمبة واحدة تقريبا ما استخدمتش اكتر ملا مش محتاجة اكتر ملا ايش معنى ما بتحب تفضل سيمبل يعني بتحس ان الكونتنت او موجود في الحاجة اللي انت بتصورها مش محتاج تزود عليها ليش معنى بتعب من التعقيد بتاع الحاجات يعني ان الحاجات كلها تبقى كتير انا لو عاوز ان نور اي سين فانا لو حطيت خمس لمبات دول خمس مشاكل هتكنترول كل لمبة فيهم ازاي وهتعلي وتثبت اكسبوجر كل واحدة ازاي وهتبقى الديبس بتاع الصورة هتكنترول ده ازاي فكل ما تقلل النور بتاعك كل ما يبقى احسن وكل ما يبقى سيمبل كل ما يبقى ازرب يعني هو حتى بيجولي بيبقى احلى الا لو الصورة اللي انت عاوز تستدعي نور كتير جدا مش لازم عدد اللامبات بس تستدعي ان انت في ليرز كتير نور فيها بس لقيتها بعملها كده مش قاصد ان انا عملها او محدش قال لي عملها بالطريقة بي بس بقيت بحسن ان هو لا هي سيمبل حتى في الفوتوغرافي هي لمبة مش محتاج لمبات كتير جميل فانتعاوز اي من الشخص غير ان هو هنتنور بس بس كاتش لايت ووشه يبقى روحه موجودة ولسه هنتكلم عن البروجيكت اللي انت عملته سولز السولز 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 سولز 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 صورة اصغر صورة سولز شاوكام ممصور صحفي بشير هو أول شخص أول سول تتصور في البروشيط وما سميته سولز وما عملش اي حاجة الصورة طلعت حلوة جداً هو كان مسافر برا مصر في فيستفيل مازيكا وطبعت في الفلايرز وفي البوسترات كنت مبسوط جداً بالموضوع وهو بشير كمان بيحب الصورة وخلصنا بالموضوع ده ما بعملش بورتريه خالص سافرت نيويورك عملت سريد فتوغرافي ده في الجزء بتاع الفوتوغرافي وعملت سريد فتوغرافي كتير قوي لقيت استحسان كتير عند ناس وناس كتير رأيي هميني لقيتهم بيقولوا لي حلوه وفيه فريمينج حلوه ومن ضمنهم مورسي ومن ضمنهم ناس أصدقائي كتير فيه فريمينج حلوه هنا برافو كيب جونج شابتر لما رجعت ما عملش اي حاجة ونصورش بورتريه خالص الفين واحد وعشرين في أول السنة بعدها بثلاث سنين انا جبت 2 يونتس فلاش لمبتين بتوع فتوغرافي مارك كونين عندي في البيت التراب كلهم انا مهم جدا في الأكوبنج واحد صديقي ميوزيك بروديوسر اسمه دارك سايد فيين ميوزيك بروديوسر وعيش برا مصر قبل ما يسافر كنت صورت له صورة برده بلمبة المطبخ كده شو قلت لك شغلانتك بس بتنور له مطب بلمبة المطبخ فهو وقف وتمحرك صورة خلاص خلاص الصورة دي بقى هو بيستخدمها كتير في الفلايرز بتاعته لما يروح يلعب في مكان مزيكة فجاء اجازة مصر يا عم بقى صورني صورة بقى نخلص الصورة بتاعت المطبخ دي بقى لها سنين ماشي يا ميديو يلا طب تعال يا ميديو والله اذا طلع الحاجات اللي بركونة دي وعملنا ساعتها صورت ميديو صورة هي اول صورة عملت بوكس كده بفلين اسود واسود ومن فوق حطيت صوفت بوكس لايت وحطيت تحتي ديفيوزر وحطيت نور من تحت من وراه مضبوط وبعيد شوية عن الحيطة طلعنا هند هلد وصورت الصورة وفضل السطر ده موجود في البيت عندي ما غيرتوش ده ما شلتوش لان انا بكسل طول الوقت فبعدها بيوم ناس من صاحبنا نعم سورة ثانية سورة ثالثة من صحابي نعم نعم سورت ثلاثة سورة ثالثة عملوا بومنج خطير يعني من فلان جاء وكلهم وكلهم في البيت عندك ما غيرتوش في البيت لا يوجد ورقة محطوطة هي حيطة بيضة في البيت وكلهم تصوروا في البوكس كان ايه اكبر اسم بقى كان شاهين ما كناش صحاب احنا صدود الوقت صحاب وشاهين صار عادل وشاهين صار عادل وهي كمان تعمل شاهين مع نيروس ابو زيد فساعتها صارة وبعدين شاهين شاهين اتكلمنا وشاهين ونعرف بعض وهو شخص جميل جدا وعدنا وتصورنا صورة جاء فايرل جدا وبعدها فشاوي وقام اسماعيل احمد بحر بلاكتيما لحد صورة احمد المرسي نفسه مرسي اتصور مصر ومو بتصور وقتها خدت منه فيد باك عظيم جدا انه هو الصور يوزبل حاستخدمها في كل الحاجات لانه سحتاجها الفترة وما خدتش فيها وقت ما حسيتش بالوقت اللي احنا صورنا فيه الصور فده كان المهم انا تقريبا بعد صار عشر دقائق روبع ساعة هناك ديكومنتري على نتفلكس اسمه أبستراكت هناك مصور اسمه بلاتون بلاتون مصور عظيم وراجل خطير بعد الديكومنتري ده غير دي فكرتي اصلا عن تصوير البورتريك في ايه بقى؟ في ان الموضوع مش حاجة تكنيكل ومش اكويمنت ومش كاميرا وإضاءة والكلام ده كله انت فعلا مش محتاج اللمبة واحدة انت تن برسنت الحاجات دي بتاعت التولز والاكويمنت والحاجة التكنيكل دي ناينتي برسنت من الموضوع انك توصل للسوبشكت بتاعك اللي انت بتصويره ده ينسن فيه كاميرا خلص فحيطلع لك حتى من روحه فحتبقى فعلا كده اليابانيين زمان كانوا يخافوا ويتصوروا يعني انك تاخد حتة من روح البناء وانت بتعمله بورتريك حتى لو رسمته كان عندهم معتقد فانت فعلا يكابتشور لو انت صورت صورة حقيقية هو فيها بجد طالع هو يعني وده ما بيحصلش كتير بقى خالص وعشان كده انا دايما بتلاعيني بختار الناس اللي انا بصور يعني ما افتكرش ان اصورت احدا مش عاوه تفتكر ان هي جات من الحيط دي عشان انت فعلا اوتنتيك في شغلك انت بتعمله فعلا عشان حب يعني بيبان بيبان في الصورة كمان لو انت مصورها كده صورة شكلها حلو وخلاص ولا انت قعدت اتكلمت مع الشخص او فلان او فلان دول وكان فيه كونكشن وفيه كيمستري وقعدت وخدت وقتكه قوي في الكلام لحد ما طلع لك هو سمح لك انك تاخد الحتة دي وفيل فرين انت يعني ادىك حتى من روحه حتة فيها فالنبر سأقولها بكرة اقولها بفرنساوي بس اه بس انت عرفت انا عايز اقول ايه مش هنقولها ودي حاجة ما طلعش منها فلوس ولا اي حاجة يعني فالتسال في البروجيكت خالص ما كانتش فيه اي حاجة بس الارواي بتعوق اخي انا عالة بكتير بقى من ناحية كونكشن من ناحية من ناحية تنمت من نفسك فوجي فيلم انا بصور بفوجي فيلم فوجي فيلم ميدل ايست دي اه ريكونايز بقى البروجيكت وبعتولي احنا عاوزين نحط من السور دي عندنا في البيج بتاعتنا وعرفت ريتشارد هو الماسك فوجي فيلم ميدل ايست وبعدين عرفني على هيسم مرسي هنا فوجي فيلم ايجيبت وبعدين فوجي فيلم ايجيبت جابوني عشان ادي توك في القنصلية هنا في القاهرة في مصر وموضوع كان كل شوية بيكبر يعني بتاع سولز ما هو اصلا احنا عادي في البيت عادي جدا نشب شاي وقهوة وقاعدين بحيطة بيضة وحط اللمبة ويصور بس اكتر ممكن الموضوع عام هي بروسوس كده زريفة بتحصل وزي ما قلتك انا فعلا جربت حتى صور كذا حاجة كده بزنس يعني كوميرشال وحاجات ما اتبسطتش اصلا في الحتة انت بطلت على صورة حلوة شكلها حلوة بس انا مش حاسسها مش حبيبا بيبقى هنا في عندك الموضوع بقت تختلف او شخصيتك بقت تختلف لما تبقى حاجة انت لازم تعملها عشان الواحد يدخل دخل وحاجة الفي بيعملها عشان حاجة الفي بيعملها على مزاجه بحاول ابعد عن اللي لازم تدخل دخل دي على قد مقطر بتلبس فيها كتير ولازم تعملها علشان مصاريف المدرسة والبيت والحاجات بس بحاول ابعد عنها على قد مقدر يعني انا حتى الفترة دي مهووس اكتر بالدكومنترز وعاوز شايف ان الاندستري احنا مش مركزين خالص وكل العالم بيطلع دكومنترز حلوة وكل سنة بتحلوة عن اللي قبلها وحتى بلاتفورم مثل ناتفلكس قالت ان احنا 2023 عاوزين نبقى 3 بليون دولار وفيه تركيز مع دكومنترز حلوة الناس بطلع كنتمت حلوة قوي برا واحنا هنا بنعملش دخل قليل قوي اشغال على 2 بروجيكس دكومنترز هوبف اللي يطلعوا على مستوى حلو فدي حاجة برضو بحب اعملها وعاوز ادخلها اعرف اجيب منها حتى لو فلوسها اقل بالضبط فالحل بتاعك الاجابة بتاع المشكلة دي ان انت تشوف فين الجاب في الحاجة اللي انت بتحبها وتحاول تطلع منها فلوس بس لازم تدور على الجاب اللي موجود فالدكومنترز انت بتلاقي نفسك فيها وحتديني مساحا ان انا بقى اعرف اطلع وجهة نظري اللي انا عاوز اقولها لاني ببقى فيها الديريكتر والدي بي جامد لكن مهم جدا ان انا لازم اتعلم ماركترينج الماركترينج جماعة مهم جدا ليه في اي حاجة احنا بنعمل اي حد عامة انا عايزي اشتغل في حاجة معينة لازم يفهم ماركترينج وايه هى الطرق الماركترينج مختلفة لما اتكلم مع امريكا او كندا وقوله انا هعملك السوشيال ميديا بتاعتك ايه اقوى ان انا اقوله انا بعرف اعمل السوشيال ميديا كذا كذا وانا شاطر ومش عارف ايه ولا اقوله بص ادي السوشيال ميديا بتاعتي لازم نفهم ايه هى الشانلز المختلفة بتاعت يعني ايه لايف تنفعني يعني كلينت يبقى يشتري منك للابد يعني كلينت يفضل يشتري منك قد ايه بعد ما يشتري منك اول مرة ولو انت سوشيال ميديا انفلونسر وعندك فولوورز ازاي تخلي الناس تبقى هما فولوور عندك ان هما يبقوا كلينت عندك بس من هنا احنا ممكن نحط بلان انت هتروح فين او البزنس بتاعك محتاج يروح فين ويركز ازاي فده يا جماعة بديك خلاصة الديجيال ماركترينج وازاي تبني البراند بتاعتك وتعمل منها فلوس لو انت عايش تتعلم الحاجات دي كلها اللي انا لسه قيلها روح اشتري الكورس دلوقتي ونبدأ وتعلم ازاي تمركت للبزنس بتاعك او تفهم ايه هي عنواع الماركترينج المختلفة اللي انت ممكن تستخدمها للبزنس بتاعتك او البزنس بتاعك ابدأ دلوقتي ممكن تبقى كل حاجة فيها تتعلم كل الحاجات وتعملها احنا شغالين بكروه طبعا بس انا في التو ديكومنترز انا مخرج ومدير تصوير فمش عارف ابقى مخرج فيلم طويل دلوقتي حتى لو عندي فكرة ما عنديش الكافية ان انا بقى ديريكتر لفيلم البرجت بتاعته رقم خمسين مليون جنيه مش هينفع دلوقتي ما فيش التراست دي من البروديوسر انت بالنسبة له انت عملت كم فيلم قبل كده بس انا عاوز احكي الحكاية عشان كده بقولك موضوع ساعات الهندسة اللي كان فيها وكان فيها حاجات كده بساعات بفكر شوية بروديوسر بقوله ان ممكن يبقى داعي عامله ازاي ممكن ندخل في البزنس ده بطريقة معينة انا بذاكر شوية كتير يعني بحب بعضه قدام الكمبيوتر وذاكر كتير قوي فبعد ذاكر شوية فهو بدخل اتصدم شوية في الواقع وبعدين حد يعدلي حاجة فاعرف اه لا الطريقة بتاعتها بالحتة بتتعامل بالطريقة الفلانية أثناء سوف تتيرد بـ مصور ممكن تتيراد مساور امام المساور يمكن ن swirlير بفت temperature او دايركتر كان فيه فترة كنت لكоловي بعد فترة حتى الاشياء لنصني اللعنم صنيف البعض هذه ليست ليلة لأنك موضوع الفوتوغرافي واخد كبير وانا صراحة لما افتحت الانستجرام بتاعك انا احسس مني فوتوغرافي عشان ده اللي موجود على السوشال ميديا في كتير فوتوغرافي اكتر من اي حاجة تانية بس ده بس انت بس بتعبر عن نفسك على السوشال ميديا ده اللي انا بطلعه دلوقتي كمان شوية هتلاقي حاجات تانية في الوقت اللي انا فيه انا باعمل ده باعمل ايه تانية الديكومنترز لما تخلص هتطلع الديكومنترز لما تخلص هتطلع الديكومنترز صحيح الكمبني اللي بتتعامل الشركة اللي بتتعامل دلوقتي والكونتنت بتاعها هل نتكلم فيها؟ البيبيولوفناو هي شركة بتاع ديجيتال بلاتفورم وميديا بروداكشن كامبني وهبفل هنطلع بشوية حاجات زريفة الفترة الجاية إن شاء الله وهذا كمان صحيح تاني بروداكشن وكرياتيف وحاجات كده واسا اجزاكتف بتعمل حاجات معينة وتفتفق مع معينة معينة عشان تعمل لهم كده وفي تفصيلة تانية هل هناك حتة رائد عمال شوية شوية بتعمل كده وبتقنع الناس بحاجات هم مش في دماغهم الموضوع هي حكو من الطريقة دي تحاول تقنعهم بحالفة بتفتح سوق تاني مكانش موجود ممكن نتكلم على كيف كان السوق الاول وكيف سوق اختلف دلوقتي او الفيلد نفسه مختلف عن الاول يعني انت شايف من خمس ست سنين السوق هو هو او الفيلد هو دلوقتي او فيه مختلفة او الفيلد تصوير وفي الميديا لازم تدخل معها او راجل منتير او مخرج او مصور او مصور او اربع سنين وتدرس وتتمرن في السوق وستعرف تدخل السوق هذا في فيلد السينما وده في فيلد السينما طول الوقت حتى برا كان طول الوقت فيه سؤال هدخل فيلم سكول ولا هدخلش بالظبت كان زمان لازم دلوقتي لا دلوقتي انت مش محتاج تعمل كده خالص لو انت مش حابب حابب تدرس اعمل كده حابب تدرس الاربع سنين حابب تدرس تاخد كده ووركشوب وهم دول تحس ان هما هيفيدوك اكتر اعمل كده حابب تقرأ كتب في البيت عن الموضوع اللي انت حتدرسه في الجامعة ده تقرأ كتب وتذكر وتعمل وتنزل تطبق حاجات وتنزل وتاخد الخبرة الموضوع بقى أسهل عاوز تقدم كنت انت حابب انك تقدمه اعمل كده يعني لو انت عندك فكرة معينة وعاوز تصورها صور لا تستنى اي حاجة لا تستنى انها تبقى اصلا انا عايز ارجع في التاني ووركشوب ما كلمتش عنه اه التاني ووركشوب كانت الزريفة خلصتها دي ورجعت مصر خلصتها ورجعت مصر كانت ستادي كام برضو وفيها حاجة اسمها ترانيتي كانت تول جديدة ساعتها من اري شركة كبيرة جدا في الفيلد كانت ترانيتي كانت ترانيتي خدت ووركشوب وكانت تول برضو هي ستادي كام بس فيها جنبل وفيها مواتير اددتني اج ونزلت اول مرجعت مصر بعدها حوالي بشهر ونص فجأة لقيت نفسي في اعلان مع استوز احمد مرسي و استوز مران حامد جامل انا بس في اول يوم ده الكاميرا ستادي كان بس من خمسة الفجر للمغرب رعب طبعا فيلم رعب اللي هو انت بس اللي بتصور طول الوقت كنت خايف جدا وقلقا جدا كان مرسي ليه دور اللي هو بيصدر طول الوقت بصراحة هو عارف هو عارف كيف يفهم الموضوع كيف يحصل فهو فهم الموضوع كيف يقوم بحاجة فالتالح يبقى قبل ما يقول اكشن وبعد كده تبقى اكشن تبقى في عالم تاني بعد كده اه بعد شوية ممكن بعد اكشن تبقى استلي الالان ومتعرفش تاخذ عادي جدا برضو انه دور المنتور بقى ان هو يريحك. اه والتيم اللي معاك فيه ناس ممكن ما تشتغلهاش تاني اعمل كده ما تشتغلش شغلنا دي تاني اصلا روح اتمرن كويس وبعدين بقى اشتغلها تاني وفي حد تاني لا كمل ويلا وحلو طب اللي بعد تاخد تيك كمان يطلع حلو فتلاقي حد فتسأل حد تاني فالتيم بتاعك كان كويس يا جد حد من صاحبنا اه حل بجد اه والله كان حلو جد حاجات كده فدور المنتر مهم جد تبقى محظوظ لو عندك واحد يعني بيجاى دي وكده ومن غير اي بقى تفاصيل انه مش محتاج منك حاجة اصلا انه بيعمل ده كده صح وساعتها كان فيه شوت اتخذ في اخر اليوم كنا في وقت خلاص الشمس بتروح يعني فيه شوت اخدناه كتير بسبب ان انت ساعات انت الشوت ما بيبقاش انت سبب يعني انت عملت الموفمنت مظبوطة جدا بس حد بص في الكاميرا من الاكسترز عيد تاني الارتس نفسه او الاكتر نفسه كان اقلل الجملة غلط فبتعيد تاني فممكن هم كلهم يعملوها صح وانت الموفمنت بتاعتك تبقاش السرعة بتاعيتها مظبوطة او الحركة مظبوطة فتعيد بسببك فعدنا كتير والبروديوسر جيس عادتها قال الاستاذ مورسي بقى قولك ادخل انت عمل الشوت ده ونخلص قال له لا ما مش هينفع هنخلص اه بس هنبقى خلصنا عليه اه هتهز ثقتك بنفسك جدا تبقى حاجة بتدايق جدا لو انت معرفتش تاخد شوت طبعا كاوبريتر بقى انت بتابقى متدايق جدا لو ده حصل تأثر يعني تأثر فيك وتهزك شوية خصوصا في الفيز اللي انا كنت فيها ساعت في وقت انت لسه بتبتدي انت لسه بتقولي انت لسه متعلم سؤالة العربية بقى لك كم يوم اعملت حادثة في اول فاهم انت مش سواق خطير يعني وجاي بقى داخل في اول يوم ده في فريس اصلا تبقى انت machine punch سلوح فين تابع ع 2012 بقى كل السوق جدا كانت موضوع جد وانت عدت الحاجات والي تلاك اللحظ شغلة ظريف. بعد اول شوت تقريب ما كانتش احسن حاجة خلص. يعني ظريف بالنسبة لله جيت عمله تاني دلوقتي عمله احسن بكتير جدا. حتى الانستركتور ساعتها في الوركشوب في نيويورك. فاحنا بنصور سين بنصور مشاهد. فبنسأل واحنا كل اللي موجودين بنسألوا عاوزين بقى اللي احنا صورنا. قال لهم ماشا عدهلكو بس يعني ده ما تتخيلش انه هيبقى احسن حاجة. يعني ده هتفرج عليه بعد كم سنة هتقول ايه الوحاشة اللي انا عملها. الشوت الوحش قوي اللي انا عمله ده. لان هي دي طبيعة طبيعة الموضوع بتاع الستيدي كامل ان انت بتبريكتس كل ما تبريكتس اكتر وكل ما تشتغل اكتر كل ما تبقى شطر. زي هابد اكتر يعني. بتاخد السنس بتاع التول فبتبقى خلاص متعود عليها قوي وبتعرف تحرك بيها بسهولة جدا. جدا. غير في الاول بتبقى ايديك مش مزبوطة. اه برضو هي فيها لامس كده صغير قوي بسبعة جداي غير الفريم. ودي برضو الاسم قوي. انت ما عندكش واحدة في البيت انت بتتمرن عليها اذا دي خمسين الف دلار ما تتمرن عليها. فيش كلام. في الست بقى انزل. بس ممكن تروح الرينت الهاوس وفي ناس تقدر تعمل يعني بتروح الرينت الهاوس تبريكتس هنا. لو هي فاضية لطول موجودة يطلعها لك وتقعد في الرينت الهاوس كده تجرب بيها وتلعب بيها شوية. جبا. بريكتس بس حدوتها عظيمة. ده كان بقى اول اعلان في اعلان انت عملت. الخطوة بعد كده بالنسبة لك كانت ايه. انا خلاص بقيت شاطر بقيت اعرف. في الحتة دي انا اروح ادور على الوصف اكتر اروح اصخر مع الناس عشان الناس تعرفني. بتجرب بقى كل الحاجات يعني بتعد عليك وقت كده انت عاوز تجرب كل الحاجات. انت بتبقى فيه وقت متخيل. انا هخلص الوركشوب دي وهرجع. انا بشتغل كل يوم مش هلاحق الشغل. ده مش حقيق خالص. عادي هتشتغل شغل هنا وتترمي في البيت بعدها كم مرة عادي جدا. مفيش اي مشاكل. انت لسه ما بقتش حد مهم يعني. هو اللي تقال لي ساعتها لما رجعت انت رجعت لي انا شوف ناك بتشتغل هناك بتعمل حاجات. ما هتكمل هناك. بس كان لي ظروف لازم ارجع. فلما اشتغلت شوية يعني خلصنا الاعلان قعدت شوية. الفكرة بتاعت انك اعتكارية انت لشغل. انت شخص مش المفروض تبقى قاعد في البيت. مستاني الناس تكلمك عشان تشتغل. مصور بقى مدير تصوير مخرج اي انت بتعمل اي انت تنسي يا الفي ممكن الواحد يتنسي اصلا. تنسي لان الشغلان لا تقفش على حد. الناس عظام جدا مشيوا. هوش موجودين. الشغلان واقفت. الشغلان مكملة. هتفضل مكملة. فهي ما بتقفش في الاخر على حد. يعني ده لامو مش موجود خلاص. هي مكملة. الناس عدد تفضل تعمل افلامو. بس انا ماجيش اكويمنت. ماجيش فلوس. ماجيش بوجت. ماجيش ماجيش ماجيش. مش محتاج بقى كل الكلام ده. انت محتاج الفكرة. محتاج انك تقعد تفكر. ودي اصعب حقيقة. تطلع فكرة. فكرة دي تبقى قابلة للتنفيذ. لان انا ممكن اعود اكتب سكريبت الفيلم قصير اكتب فيه عبر الجيش المحيط. كده انت لبست نفسك ميزانية في تلك كلمات. عبر الجيش المحيط. هتجيش وعدي المحيط. برين عبر الجيش المحيط ازاي? ومدادة كلمات تطلعهم بققك كده انت مش فاهم انت تطلعوا ازاي. صح. البس. فانت تدور على فكرة. والفكرة كمان تبقى سهلة التنفيذ وينفع تتنفذ باقل الامكانيات. يعني الواحد يفكر بالطريقة دي عشان يخلق. اخلق بقى حاجات. نقعد وبعدين احضر حاجات كثيرة جدا. فحد يطلب مني شغل معايا. فانا بحب احضر جدا. بحب الفيز بتاعة الـ Pre-production قبل التصوير دي. دي انا ففيز بنسبالي بحبها فعل بحب عملها. ممكن تقول لانا في التحضير. وقدي ايه تحضير. وقدي ايه تحضير. يعني الانهي لفل انت بتحضر. الفكرة يعني مثلا انت هتحضر لديكومنتري. فخلاص الفكرة ظهرت معك وموجود عرفت هتعمل عنديكومنتري عن ايه. وعملت الريسرش بتاعك عنه. عن الكاركتر والسوبجكت والطبك اللي انت تتكلم فيه. عدت شوية حلوين في ذا. خلصت الموضوع. فانا محتاج الكرو والاكوابمنتز. اللوكيشنز. عاملة ازاي. فين تنزل تبص على اللوكيشنز متشوف. طيب انا محتاج الكرو ادي ايه اللي معايا. ممكن ابقى وان مان كرو. او ممكن احتاج اتنين. احد ساوند انجينير مثلا. وفرست اي سي او فرست اي دي. تعد تحدد المان باور اللي انت محتاج والاكوابمنتز اللي انت محتاجها. وتبزي المجود اوي ان انت هتحكي. وتفرق كتير اوي. تفرق كتير اوي على دي كومنترس. لان اجان اللي بيحصل ايه كل الناس بتكابي وباست من بعض. امازون هو علي بابا. صح? بس ده عملوا بطريقة وده عملوا بطريقة. فكل الناس بتكابي وباست من بعض. مش عيب خالص انك بتاعت تاخد حاجات. الشاف الكبار جدا في العالم. عشان يبقى شاف بيعمل ايه بروح يشوف الشاف الثانيين عملوا ايه? وياخد بتاعتهم ويقعد يعملها. اول ما بيعملها اللي بيحصل بيجي له بيبقى واثق في نفسه اكتر. انا باعرف اعمل الموضوع. فلما بيعرف يعمل الموضوع بيقوم حاطت بقى شوية جرليك زيادة. حاطت شوية ملح زيادة. فتبقى دي بتاعته. كم في حد بيتكلم في الموضوع ده. وده حقيقي لان ده لما تحط على اي شغلانة هتلاقي بيحصل فعلا كده. عشان انت اولا لما عرفتش تقلد ده هتعمل احسن منه. انت بتكون مش مش لازم تقلده انت مش لازم انت مش لازم تقلده اصلا. يا. خصوصا في الارت يعني. يعني مش تطعف تقلده. بس انت فكرة انك تبقى في دماغك كده حاطت data كتير قوي في الاخيرte. إساب كونشيس موجودة. اي. went to with data, لواحدها بتطلع يعني. بتكون ذاكرة بصرة. فن بديو. بيتكون بيتكون ذاكرة بصيل كده في وجود مماري كده تبقى موجودة طول الوقت في مخة. فمن فيلم معين انت تفخرجت عليه من إعلان او ميزيك فيديو معين ده كلو تخزن. دايما كنت فاكر ان اي حد يمسك كاميرا هيعرف يصور بس التصوير والأداتينج طلع فن ومهارة بتكتسب اهلا بيكم في بريمير هو المكان اللي القصة بتتكون فيه وهو البرنامج اللي بقعد عليه تقريبا معظم وقتي في الجزء ده من الكورس هنخش بتعمك بطرق الأدات بتاعتي بالزواء اشتري الكاميرا ايه? ازاي تعمل فيديو بي او في ازاي تعمل فيديو زي اصوات مصر الساوند ديزاين الافتر افكتس ويالله بينا نمتل وهي انك تخلي المشهد الاول يكمل مع المشهد الثاني ويبان ثلاث المعدات اللي باستخدمها اول حاجة الشنط تاني حاجة الكمل العدسات اللي باستخدمها الفريم ريال البرنامج والوائد بالانس الريزولوشن والاسبكت ريشيو السنسورز الفوك اللاند ازاي تجيب كلاينز ازاي تتعامل مع الكلاينز هي دي الستراتيجية اللي انا مشيت بيها اخر فترة والسوشيال بميديا بتاعتي ضربت جاني بيطلع في وقت معين انت مش عارف ما لكش كنترول عليه فمهم قوي انك تعد تفرج مهم قوي انك تعد تزاكر وتشوف الناس بتعمل دي كومنترز ازاي بتصور فيلم ازاي فيه حاجات كتيرة موجودة انلاين الموضوع بقى اسهل بكتير قوي من زمان تقدر تدخل تشوف الناس بتعمل الكلام ده ازاي خد الطريقة دي نفزها شوف هتعملها انت ازاي وهتطلع بطريقتك هتطلع ببصمتك هتطلع فيها حاجة زي الصور بلاكن وايت فيه خمسمائة الف ناس بتصور بلاكن وايت فيش ولا واحد هتلاقي صورته زايت تاني كل واحد فيه الحتة بتاعته البصمة بتاعته تدي له لمبة وكاميرا وعدسة واحدة الليميت واحد كل واحد هتطلع على صورة غير التانية بس انت قايل له ان انت حتصور الصورة بلاكن وايت بالكاميرا الفلانية والعدسة الخامسة وثلاثين ولا الخامسين قاعدوا نفس الحاجات كل واحد تطلع على حاجة مختلفة كل واحد هتطلع على الصورة كل واحد تطلع على صورة مختلفة فأمين بتاعتك عنيك ما حاولك ما فيش حاجة تتقلد ولما تقلد تبقى بايخة بينا وفيقا فيما تبقى فهم مش 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 انت بعد شوية هتبقى الحاجة بتاعتك اريجنال. عايز سألك سؤال اقل. دلوقتي لما تشوف فيه كمية حاجات حتى على النات فاكس على حاجة حاجات كلها زبالة. دعية. الكلام ده بيحرقك. يعني يعني الكلام ده بيضايقك. طب انا ليه الشغل او الافكاري مش موجودة هنا زي ما الحاجات دي او ليه ده ترفض وده موجود. واحنا فكرتنا احسن انسوا هنا. الكلام ده بيضايقك. ده خلص. لان انا لو جيت بس طلقة كده هقول ان انا اصلا انا اللي انا فيه ده كله او مش اللي انا لسه ما عملش حاجات كثيرة خلص بس انا قصدي ان مفيش ولا حاجة انا كنت عمل لها بلان يعني بالعشر سنين اتحققت زي ما هي خلص. الحاجات بتحصل كده انت انت في البحر في بيجيلك الحاجة فبتقبلها او بترفضها لما بتقبلها فبتقبلها يا اما تلففك لفتين وترجع في مكانك. يا اما بتلففك لفتين وتكمل. ففكرة انك ازعل على شغلانة مجاتش مثلا. عرضت عملت بيتشنج. اشتغلت كتير قوي ومجاتش الشغلانة ما ينفعش. كنت في الاول بازعل جدا. كنت في الاول بازعل جدا. وتقال لي ساعتها لا ما اوعى تزعل على شغلانة مجاتش. كمل بقى. اللي حصل ايه في موضوع الشغلانات اللي بتترفض ده ان انا قعدت حوالي سنة ونص. بذاكر وبعمل بيتشنج لبروجيكت دي كومنترس. كتير جدا. جدا. وما كنتش بعرف اعمل تريتمنت في الاول. كنتش عارف اعمل بريزنتشن. وعرف بريزنت الشغل ازاي. اللي في مخي ده اطلعه على الورق ازاي. وكتب لوغ لاين وسينابوسيز ازاي. واكت وان وثو وثري والحدوتة والخلق بتاع. قعدت سنة ونص بيتش شغلانات. بتعلم فيها اصلا ان انا اعمل الكلام ده. انا مش في دماغي ان انا بتعلم انا في دماغي ان انا بتعلم اه بس ما بفكرش في بعدين دلوقت. انا بفكر البروجيكت ده عاوز اتجيبه. عاوز اعمل للشغلانة دي. صح. اللي حصل ان كلهم ترفضوا. بس لما جات لي بقى وقت ان انا بيتش شغلانة معينة دي كومنترس جيت عملتها. اولا في وقته اسرع بكتير جدا من اللي كنتبقى عاودت فيه قبل كده. لما اتكلمت مع حد في فكرة فقال لي هايلي يلا محتاج تريد. محتاج ان احنا اشوف يعني اللي انت عاوز تقول. عدت عملتها تقريبا في يومين. ماخدتش وقت خالص. اه شغل كتير في قدام الكمبيوتور بالعشر ساعات بس عشان اطلع حاجة محترمة. ولما عملت كده وقدمتها بالطريقة اللي انت لميت فيها في خلال سنتين اللي هو بالعشر خمساشر برويكت ترافضوا دول. لما قدمت دي بقى اللي هي احسن من العشر خمساشر اللي فاتوا. وبودجت تساوي العشر خمساشر اللي فاتوا. كمان. فوقتها كان في الاول ممكن تزعل وماكملش. ممكن تزعل وتكمل. طيب ايه اللي ناقص يعني اعمل تاني فتعمل تالت فانت في الاخر بتكتشف ده ده اصلا كان كله معمول علشان انت تتعلم تعمل الكويس علشان لما يجي وقته تبقى جهز له. صح. فانت عمرك تبقى حاسب الموضوع ده خالص. اشو اخد بالك اصلا من التدبير دي ده 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 رزق. تدبير كده من فوق انت متبقاش عارف. كل كل اللي انت قلته نفس الحاجة بالزبط تنطبق بالنسبة لي للستارتوبس. كل كل كلمة انت قلتها تنطبق يعني هو بيزنس في الاخر. يعني انت هو انت اللي انت بتعمله ده برضو بيزنس. يعني لا شيء. كنت قلتها اعود. فش هم مش هتشتغل ومش تاخد فان مش هقلت. متكمل بقى ولا مش مكمل. هيدي فكرتك. يعني هتقدر تكمل ولا لقى عندك حاجات اصلا في ناس بيبقى حظها وحش قوي ان هو ما بيبقى عنده فعلا حاجة كده بتيجي تكسر. مش هينفع يكمل. ممكن يبقى الفيلم اللي جاي هو كان الفيلم اللي هي. اه يعني فيه ظروف بتحصل انت متعرفش برضو هي حصلت لك بس في اوقات ناس بيحصل لها موقف معينة. فعلا هو نفسه يكمل. بس مش هينفع. الدنيا هتبوز معاي. مش عارف يدخل له فلوس مثلا معينة وعنده التزامات في حياته. صح. لازم تدفع. فحيضطر انه يتخلع حتى لو مؤقت عن اللي هو بيعمله علشان يقدر يغطي الالتزامات دي من حاجة تانية خلطت. صح. طب بالنسبة ل الواحد اللي مقتنع بفكرة وشايف انها هي فكرة احسن فكرة في العالم. وبقال له مثلا مرتبط بيها عشر سنين ومش عايز يسيبها. وكل ما وديها تترفت 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 تترفت. شغال عليها هي بس. هي الفكرة دي هي دي الفكرة. هي دي بالنسبة لي. ماشي بس انا يعني بشوف ان انت مش لازم تقفل مخك على واحدة. سبها موجودة. هتتعامل في وقتها. انا قصدي ما ترميهاش في الزبال. فكرة انت حبيبها جدا ما ترميهاش طبعا. بس انت تقدر تخلق افكار تانية كتير. يعني المخك ده يقدر يخلق ابدل واحدة اثنين وثلاثة واربعة. فانت بتبتش الشغلانة دي او الفكرة دي. على كذا امبستر. على كذا حد. على كذا حسب الفكرة ايا. على كذا مخرج. على ايان كده. مش نفع. خليك تكمل اعمل كده. بس ما تبقاش بتعمل ده. يعني حط واحدة تانية وتالتة. يمكن لما تاخد التانية والتالتة فيبقى عندك كريدت. كريدابلتي اكتر. وبروفيشنل اكتر. تديك امبوت. تحطه في الفكرة اللي انت عاوز تعملها دي. يخليها مقبولة للناس. جهرت جدا ده يحصل. صح. سؤال تاني وده سؤال بالنسبة لكل الشباب اللي بتبدأ بذات ان هما لازم يكريده. انت قلت الواحد دلوقتي ما يقعدش. يكريد. تمام? والناس في الفيلد يعني لما يبقوا لسه في الجامعة وما تخرجين يبقوا صاحبهم برضو موجودين. ازاي الواحد يختار ناس تشتغل معاه ما تخرجش عشان في الاخر ده بيبقى كله بيحط وقته للشغل. مش ملوش مقابل لان احنا بالنتعلم. بيحصل ان في ناس ما بتبقاش جداية فعلا. في كل عشرة هتلاقي واحد جدا. مية هتلاقي فيه. لا ممكن تصدق في المية هتلاقي خمسة. ده بجد. فعشان كده نفس فكرة وانت راح الجم انت بتتمرن. فانا راح هتمرن. ويوسف او حسين معي اي حد معي. صح. جاري اللي جنبي اللي في البيت الان. يا برانسي يالله عشان ننزل نتمرن. يالله جاهزين ننزل نتمرن يوم. تاني يوم انت سخن جدا. عاوز ستتمرن. هو مش قادر. تعبين. ملوش مزاج. مش حابب. ايا كان. عنده مشاوير. فلا يا جو معلش مش هينفع النهار ده السنة عندي كذا. فانت ايه اللي بيحصل لك? نزلت بقى داون شوية كده. ويا اما بتسخن نفسك تقوم تروح لوحدك. صح. يا اما لا. نفس الفكرة في الفكرة اللي عندك دي اللي انت عاوز تعملها دي. لقيت حد يعملها معاك اهلا وسهلا. ملقيتش عاملها انت. مش محتاج اصلا انت يعني انت اجن اول الفكرة دي مش هتبقى يعني الحاجة اللي لازم تعملها بخمسمائة الف حد. بس عندك فكر شوف انا ممكن اعمل ده ازاي. انا عندي شورت فيلم صغير. انا محتاج ممثل واحد فيه. ولو انزل ادور انا اكلم واحد. يتبسط بالان اقدمته. لو انت عندك باشن وانت بتحكي ممكن جدا يدخل معك. ممكن يدخل معك اسم كبير كمان لانه هو لا ان انت عندك في بوتينشيل. ولا ان الولد ده هيبقى كويس في يوم من الايام. ويا ما حصلت مع مخرجين كانوا يبتدوا صغيرين جدا. ويلاقي فيه بوتينشيل قوي من ممثل اكبر وخبرة اكتر ويدخل معي يشتغل معها في بروشيت. وفي شورت فيلم زيان. ومن غير فلوس من غير اي حاجة. فانت عندك الفكرة انزل اعمل. جربها الاول بالموبايل. شوف هتطلع عاملة ازاي. جرب الفريمينج اللي انت شايفه ده اشوف بس حركها كده وحطهم جمعهم كلهم. اعمل سيكونس منها. صور اول مشهد. اعمل اي حاجة. هات اي حاجة على رأي احمد اسيلي. هات اي حاجة. اعمل اي حاجة. طلع لنا اي حاجة. تدي امارة ان انت بتعرف. طلع بس اي حاجة تقولي ان انك بتعرف تعمل حاجة. انا انا شاطر قوي انا انا عندي كانت افضار في مخي تقلب العالم. بقى امرت ايه? فين? وريني حاجات لو سمحت اش انا نصدقك. انا لو ما شفتش منك حاجة مش هسدقك. مستحيل. ما ينفعل. جب. عايزة عايزة الفي نتكلم اكتر شوية على بيبولوفناو. ليه انت بقى مركز في الحتة دي? احنا ممكن نتكلم بروحيتنا ولا? بص يعني لسه فيه حاجات مستانيها تخلص عشان اقدر يعني حتى احنا نلونش بس الكمبني ونعمل اي حاجة اللي هو الامارة بتاعت الموضوع يعني. لشان ما اتكلمش على حاجة لسه مالهاش امارة. بس بيبولوفناو ايثن ان هي هتبقى كامبني كده بروح مختلفة خالص. وبكونت انت مختلف تماما عن اللي بيتقدم في الديجدل. وفيه كرياتف تيم شاطر اوي شغال. وناس فعلا شاطرين ومانجرز شاطرين وينفسترز يعني كل الناس عندها روح كده معينة. بتاعتكو ايه الروح بتاعتكو ايه الحاجة اللي مخلياتكو كلها اللي تبقى الانرجي كلها بتاعتكو تبقى شبه بعض. كله مصدق في الحكاية وكله مصدق ان هو فعلا تقدر تعمل حاجات مختلفة وبروحك انت مش متقلدة خواجاتي حقيقية مصرية بجد وشكلها حلو. وكنت انت حلو بكوالة نظيف بحاجة طالع عشيك يعني. وكمان مش مكلفة يعني التكلفة بتاعتها مش اكبر حاجة خلص. المواضيع فيها مش متعقدة خلص. بسيطة. جميل جدا. انا والله مبسوط جدا بتاعتنا النهاردة. والله اتعلمت كتير جدا. اكتر حاجة بساتتني. الحتة بتاعت الصور بتاعت الروح اللي هو دي حتة دي اتعلمتها النهاردة يعني. وازاي فعلا كما انا ممكن اروح انا اللي اخد بس هتبقى مختلفة يعني الشخص ان هو بيخليك ان هو بيسمح لك. ان هو 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 اللي لازم يسمح لك هو اللي بيديك الحتة دي. وهو اللي بي ازني منه. وفعلا بتتعلم من الناس دي حاجة. يعني كل حد انا صورته اتعلمت منه حاجة تنماية. من غير ما هو يعرف ان هو اعلمني حاجة. بس هو فعلا كل حد صورته اتعلمت منه تفصيلة معينة. في حاجة زودتلي حاجة انا معينة. مبسوط بيهم يعني كل الناس اللي اتصورت جد جد. وبعتز بالصور دي جد. اه جدا جد. لا انا بحبه بصراحة. برويكت قريب قوي القلب يعني. جامد جدا ولا احبه نشكرك. ان انت جيت والله. وان انت ادت لنا برضو. ادت لنا برضو. فاهم? جزء عن الحقيقة بتاعت السوق دلوقتي او بتاع الفيل دلوقتي ان ايه اللي واحد لازم يعمله. فاهم ومن الاخر الواحد ما يعطش. هات حاجة. ديني امارة. جميل. بس جميل. في حاجة خير عستقالها يا الفيل. انا بشكرا جدا وبحب البودكاست بتاعك جدا. حبيبي ربان اخليك. اللي انت بتعمله على السوشيال ميديا. وموجود كل الناس بتتكلم عليه حلوة اوي. وابا انا خد جد. كيب جون. حبيبي يا برو. والله اي ده اشرفني ان انت تبقى معنا. وان الكلام ده يجي منك. والله اكبر دفعة. خلينا نكمل والله. حبيبي. ان شاء الله تكونوا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالحلقة. ايه. اسحى يا عمر يلا. اسحى خلاص السخة. يلا عمر. بس. يلا عمر. شوفكم في الحلقة الجاي ان شاء الله بحبوكو جدا. ان شاء الله بحبوكو جدا.